عشرون ميدالية دولية منذ ممارسته لعبة رمي الثقل قطفها جراح نصار آخرها ميدالية فضية في أولمبياد توكيو جراح الذي يسكن في قضاء البطحاء غربياً ناصرية ورغم المعاناة في توفير لقمة العيش يعاني من قلة الدعم وأبسطها عدم توفر ساحة تدريب إذ يتخذ من باحة منزله ساحة للتدريب الحمد لله عدي عدة بطولات منها بطولة أمام آسف اليابان وتتليها عدة بطولات بطولة العالم في الدوحة ذهبية وأولمبياد البرازيل ذهبية ولندن ذهبية وأندونوسيا فالحمد لله قدرنا نرفع اسم العراق عالياً اشتركنا بآخر بطولة وهي أولمبياد اليابان جراح يناشد في كل مرة الدعم الحكومي واستحقاقه لكن وبحسبه دون جدوة إذ يطلب من المعنيين هذه المرة معالجة ولده الذي يعاني من مرض عضال أما حكومة ذيقار فوعدت بالاستجابة لمطالب جراح إكراماً لإنجازاته أشكر دولة رئيس الوزراء يعني هاي أول استقبال لنا بالدولة من 2009 لاز فأنا أقدمت لعدة طلبات ومنها استثناء مع القطعة الأرض فنطالب من دولة رئيس الوزراء أن يستثنيني من الاستفادة السابقة بطل الأولمبي جراح ناصر الذي حقق إنجاز كبير للعراق بحصوله على المدالة الفضية في البارا أولمبياد في توكيو وهذا البطل رغم إمكانياته البسيطة المتواضعة حقق هذا الإنجاز الكبير نحن كأبناء محافظة ذيقار فخورون جداً بهذا الإنجاز وكذلك كإدارة محلياً يقدم دعم كبير إن شاء الله لإدامة هذا التفوق وكذلك هناك تكريم خاص من المحافظة للبطل جراح لم تعد موهبة جراح الوحيدة في محافظة لا تزال ولادة للمواهب والأبطال لكنها بحاجة ماسة إلى اهتمام حكومي كبير ومستمر